اشتركوا في القناة وقد سعى سلفنا الصالح لنيل الجنة فقدموا المنهج والارواح رخيصة في سبيل ذلك فالمجاهد وهو ينازل الاعداء في ساحات الوغي يرى الجنة بين نضال السيوف كأنه يراها عيانا فمن تعلق قلبه بالجنة أدرك صورتها لا محال في قلبه فوجد ريحها عبيرا يسري في جسده وروحه والجنة لا خطر لها فهي نور يتلألأ ترابها المسك والزعفران لا ترى فيها إلا ما يسعد النفس ويطرب الجنان قد ملعت بالحور الحسان لكل منهن قصر ومكان يغنين فيه بأحلى الألحان وترى الخضرة وكل أنواع الثمور ما لم يخطر على الجنان فيها ما تشتهي الأنفس وتلذى الأعين ويطمئن القلب وترتاح الأركان وعندما يدخل المؤمنون الجنة تستقبلهم الملائكة ويقولون سلام عليكم فيدخلوها وهم أعرف إلى أماكنهم فيها أكثر من معرفتهم بمنازلهم في الدنيا فيحضر لهم الطعام ويكون أول طعام يتناولونه في الجنة كما صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام هو زيادة كبد الحوت وهو القطعة الزائدة المتعلقة بكبد الحوت وهي ألذى ما في الحوت في الطعام والرائحة وقد قيل إنها أبرد قطعة في الكبد تعطي السكينة والراحة لآكلها بعد حرارة الموقف والعرض على الله سبحانه وتعالى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الخلق يعرضون بأعمالهم أمام الله تعالى وتدن الشمس من الخليق فمنهم من يبلغ العرق رقبتيه ومنهم من يبلغ حقويه ومنهم من يغمره العرق أعذن الله من النار وعذابها ثم يؤتي المؤمن كتابه بيمينه ويؤتي الكافر كتابه بشماله فربما الله تعالى أعلى مناسب أن يكون طعام أهل الجنة بعد هذا الموقف الرهيب طعاما زكيا مرأا سهلا يرطب على قلوبهم وتسكن بهم أرواحهم ونفوسهم فلنجتهد بالعمل الصالح نسعى لمرضات الله سبحانه ليرثنا برحمته الجنة أنه ولي ذلك والقادر عليهم أترككم في رعاية الله وأمنه ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد مفيد إن شاء الله